موسيقى بدأ مؤخرا عبدالعزيز حرشاد تصوير فيلمه الجديد وش سجون داخل قرية عاش البولبل الفيلم بطولة باسم سامرة وإناس عز الدين ودينة فؤاد وعدد من الفنانين بتدور أحداثه حول عالم المساجين خاصة الأشخاص اللي بيعترضوا على النظام في حياتهم وتكون نهايتهم السجنة بيقدم المخرج أكتر من قصة من خلال الفيلم على طريقة الفلاش باك وبتقدم إناس عز الدين ولبطولتها من خلال فيلم وش سجون وبتجسد من خلاله دور زوجها بتورد زوجها وبتدخله السجن تعالوا مع بعض أن ألتقي بإناس عز الدين بطلة فيلم وش سجون وألتقي كمان بمخرج العمل عبدالعزيز حرشاد احنا من نهاردة كنا بنصور أول لوكيشن عندنا فيلا بطل الفيلا أحمد فلوكس ودينا خلصنا مشاهدي الفيلا وعندنا مشهد هنا في كباريب بنعمله وعندنا بعض وعلى طول مشهد في الصحراء هنعمله برضو من أربعة لخمس أسابيع عندي أماكن متفرقة كتير قوي بس هو الدكور الأساسي سجني ده اللي هاعد فيه تقريبا أسبوعين من مصد حاجة كان أنا كل اللي هقدر أقولولك أن بيسو اللي هو بس مستمرة سحنا بنقول له يا بيسو هو طالع الجوزي وبيخش أول مرة سجني بسببي بخش تاني مرة بسببي فهتشوفوني دور مختلف تماما دور عزة لأول مرة بلعبه إذا كان في الدراما أو في السلمة لأن أول لا مش شريرة خالص هي بعد كده بتقلب شريرة شوية بس برضو مش هقولك تاني حاجة خايفة جدا عايز أقولك أن أنا خايفة قوي لأن أول مرة تجربة لي في السلمة طبعا وزي ما كان أول تجربة لي في الدراما فعندي الرهبة ديت وبقول يا رب إن شاء الله زي ما حققت نجاح في الدراما أحق كمان في السلمة إن شاء الله هو شخصية نعيم مختلفة طبعا عن شخصية توهامي ومختلفة عن شخصية حصل لنا الرعب اللي أنا كان معروضي الشهر اللي فات وشخصية جديدة شائية شوية بس من نوع برضو إيه اللي ربنا يكرمنا ويبقى فيها لمسة كوميديية كده أنا بلعب شخصية اسمها كوسر فيها بنت شريرة كده فيها حتة كده دايما بتدور على التأذي إزاي زملتها وحاجات كده بس مش أقدر أدي تفاصيل أكتر من كده ما حرقات شخصية أنا سبب في حاجات كتير بأحداث الفيلم يعني بتغير بص محور حياة ناس كتير قوي يعني ممكن أكون سبب من الأسباب يعني سبب أزازي كمان بس هو دور جديد علي وأنا طبعا مبسوطة جدا إن أنا بشترك في عمل مع باسم سامرة وإحمد فلوكا سودينة ومجموعك وإحمد عزمي يعني وإناس وكل الناس زي الفل طبعا أنا النهاردة بشاركهم بغنوتين غنوة راقصة بيتصور كاللوكيشن كبري ده حسب سينارو الفيلم وبغني غنوة دراما الأحداث الفيلم إن شاء الله ده أنا ممكن أسمعك وحياة أبوكت أقول لإني إحنا إينا إحنا سيبين ومفاجأة الجمهور شوية إن شاء الله يعني وحياة أبوكت قولي جبتي الكلام ده من إيه ده أنا مرسلك واصل لي يدوبك من يومين أنا خدتي بعض وروحتي جاي 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 أنا قلتي أشرب وياك شاي الشاي الشاي ما هو برضو ناخد ولا ندي في كلمتين كلمة منك كلمة مني حبة عندك حبة عندي كلمة منك كلمة مني حبة عندك حبة عندي واللي بينا يا حلو صفا في كلمتين وحياة أبوكت قولي وسهلا دلوقتي الآخر فاقرة في البنامج وهم تعليقات على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر وأول تعليق معانا النهاردة للفنانة هند صبري هند بتقول سعيدة بعودتي من جديد لشخصية كريمة في فيلم الجزيرة وأجمل ما فيها إنها مزيج بين الرومانسية والقوة حسن الرداد أحلى حاجة في حياة الواحد هي الزكريات محمد رمضان الحمد لله لم أكن أتوقع كل النجاح اللي حققته مصرحياتي الأخيرة رئيس جمهورية نفسي شكرا لجمهوري الحبيب مايس حمدان اتحك للدنيا تتحك لك رامز جلال سعيد جدا بعودة باسم يوسف من جديد هدي كرم وحشتني السينما أنغام الحمد لله على سلامة الإعلامي محمود سعد وأخيرا الناقضة حنان شومان لا تفوتك مشاهدة فيلم لمؤخذة فهو يحكي عن هم مصر الأكبر في التعليم والتطرف ورغم ذلك فهو يسخر من الهم وينتصر على التطرف لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهاردة استنوني كل يوم في نفس المعاد وما تنسوش بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك بالألوان وعلى صفحتنا كمان على تويتر ناديا دريم تيفي أشوفكم بكرة بالوان الطبيعية اشتركوا في القناة